ارسل مشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم دعيم النهوض بالمرأة في المنظومة القضائية فقد شاركت المرأة البحرينية بكفاءتها في المجال القانوني والعدلي بمشاريع تطويرية واسهمت في حماية الحقوق والحريات في المجتمع وقد استطعت المرأة في المجال العطلي والقضائي تحقيق العديد من المكتسبات بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل المجلس الأعلى المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة إيمانا بأهمية دورها في الشأن العام إلى جانب رسالتها الاجتماعية والإنسانية في إطار الأسرة البحرينية مسيرة تمتد إلى أكثر من أربعين عاما استطاعت من خلالها المرأة البحرينية أن تسطر في سجلها إنجازات وقصص نجاح مهمة في المجال العدلي والقضائي مسيرة امتدت وازدهرت وتطورت بفضل ما تحظى به من دعم من لدن جلالة الملك المعظم واهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث أثبتت خلالها على الدوام قدرتها على لعب دور مهم وريادي وتحقيق العديد من الإنجازات ذات التأثير الإيجابي على مساري وأداء المرأة في مجال العمل القانوني والعدلي يعتبر تولي المرأة البحرينية لمنصب القضاء مؤشرا هاما على ما بلغته المرأة في مملكتنا الغالية من رفعة وقد حضيت بشرف أن أكون أول أمرأة تلج سلك القضاء ولم يكن ذلك ممكنا لو لا الدعم السخي والغير محدود من لدن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن سبراهيم آل خليفة قرينة العاهلة المعظم حفظها الله ونحمد الله على نسبة النساء في السلطة القضائية فهي في ازدياد الدور المحوري والمهم الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن سبراهيم آل خليفة حفظها الله والذي هو نتاج المشروع الإصلاحي من أجل تعزيز تقدم المرأة البحرينية وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض به وهو مجال من مملكة البحرين نموذجا رائدا على المستوى الإقليمي والدولي بفضل الحضور المتميز للمرأة البحرينية على جميع الأصعداء والمجالات لقد لعب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن سبراهيم آل خليفة دورا مهما وفاعلا في مسيرة المرأة البحرينية في وضع الاستراتيجيات والخطط التي مكانتها من الولوجي في قلب التنمية وأن تكون عنصرا فاعلا في كافة المجالات ومنها المجال العضلي والقضائي لتتقلد العديد من المناصب المهمة كقاضية ومستشارة قانونية ومحامية ووكيل نيابة وغيرها من المناصب حيث أثبتت التزامها باستدامة مشاركاتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتطلع لها المجال المجلس الأعلى للمرأة حريص على تعزيز مكانة المرأة في مجتمعنا البحريني من خلال مبادراته المتعلقة ببعض التشريعات والقوانين التي تكفل تعادل الفرص بين الجنسين في شتى المجالات ودورها في زيادة وعي المرأة بحقوقها والتزاماتها على حد سوى وبشكل عام دعم المرأة للحصول على فرص متكافئة بناء على الكفاءة والخبرة والتي أسهمت اليوم في وصول المرأة لمناصب قيادية في مختلف القطاعات أن النجاح المبهر الذي حققت المرأة البحرينية لم يكن وليد الصدفة وإنما بفضل من الله ثم الدعم الكبير والمستمر من المجلس الأعلى للمرأة فقد أوجد المجلس الأعلى للمرأة بأداعمة للمرأة في كل المجالات ولا شك أن الدعم اللامحدود لصاحبة السمو الملكي قرينة البلاد المعظم حفظها الله للمرأة البحرينية والقاضيات دافع لنا إلى مزيد من العطاء ومواصلة إثبات كفاءتنا وجدارتنا ولسموها الكريم مننا كل المحبة والشكر والعرفان على ذلك إن مملكة البحرين اليوم أصبحت رائدة في مجال دعم المرأة البحرينية وإن كافة الشواهد تدلل على مكانة المرأة ودورها الفاعل في كل مجال تنموي وحضاري حتى أصبحت اليوم رقما مهما في مسيرة النهضة الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم إن التقدم المطرد الذي تشهده المرأة البحرينية في كافة الميادين وبالأخص في ميدان القضاء والعضل والقانون يكشف عن ريادة مملكة البحرين في دعم المرأة البحرينية وتقدمها في كافة المجالات ذلك من منطلق ما يقدمه المجلس الأعلى للمرأة من دعم ومساندة لها في كافة المجالات خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين